بشكل سريع دعونا نتعرف على ساعتين لحلوين كثيرا وهي ساعة Garmin Fenix 8 و ساعة Garmin Apex 2 Pro وأول شغلة نحكيها هي السعر السعر نحكي على Garmin Fenix 8 صراحة كلفتني 1300 دولار لأنه في تاكس ببعض الولايات فهي سعره 1200 دولار فأنا كلفتني لتوصل لهون شيء 1300 دولار بينما ساعة Garmin Apex 2 Pro نحكي على 1100 دولار طبعا حسب النوعيته إذا هي سافاير أو تيتانيوم فهيختلف السعر إذا نحكي على شكل عام بين الساعتين طبعا نلاحظين أنه ساعة Garmin Fenix فيه اختلاف بسيط يلي هو موضوع Sensor Guard اللي موجود على اليمين فهيدا السنسور يعطينا Garmin كلمة لحماية المستشعرات من أي صدمات خارجية بجيئة فأكيد يعطوك اللون الخاص للون السوار اللي بتعطيها هيك طابع رياضي مميز جدا وتذكروا ساعة Garmin Fenix 8 تم اختبار هذه الساعة وفقا للمعايير الجيش الأمريكي لمقاومة الحرارة صدمات الماء بأصعب الظروف طبعا ولننسى المواد الفخرة المستخدمة بصناعة الساعة أكيد الإطار من مصنوع من التايتانيوم وعدسة الساعة من ياقوت المقاومة الخدش كلنا بنعرف هيدا الموضوع وطبعا هيدا الموضوع بينطبئ على ساعة Apex وكمان على ساعة Phoenix طبعا حسب النوعية اللي انت بتشرية والشغلة المهمة اللي هتطلعزها بالزرار اللي موجودية على ساعة Phoenix 8 هتلاحظ ان هذون الزرار اسمهم ليك بروف يعني هول ما بدخلوا ماء وحكيت عنهم بساعة الفينكس بشكل مطول فهذون الزرار طبعا اختلاف كبير بينهم وبين الأبكس واذا نحكي عن موضوع البطارية عم نحكي عن الأبكس 2 برو عم نحكي عن 31 يوم بينما الفينكس 8 عم نحكي على 29 يوم هلأ مين أفضل صراحة بالنسبة للأولويز حسيت انه ساعة الأبكس ما بدهم قد الفينكس يعني الفينكس حسيتها بتعطيك 13 يوم مع احيانا تعطيك 10 طبعا حسب استعمالك للرياضة وحسب استعمالك للجي بي اس اوتدور يعني فهذا الشيء لازم تعرفه بينما بالأبكس 2 برو بتعطيك 11 يوم مع اولويز اون ديس بلاي بالنسبة للساعة الفينكس هناك اختلافات اساسية بهذه الساعة هي الساعة سماعة خارجية مساعدة شخصية من جوجل او سيري حسب نوعية الجهاز الساعة فيها voice command يعني تعطيك أي أوردر وهي بتفتح لك أي شيء تريد يعني مثلا start running بدون تفوت على المنو في امور حلوة فيها وفي امور سريعة بشكل سريع عن طريق الزرار فأنا بشوف الفويس كماند منيحة لأوقاته معينة مثلا انا ما بدي ادور على رياضة معينة start boxing مثلا فبتعملك رياضة البوكسنج اما بالأبكس هذا الموضوع وما فيها سبيكر وما فيها سماعة خارجية طبعا ساعة الفينكس 8 يمكنك تغطص فيها على عمق 40 متر بينما ساعة الأبكس يمكنك تسبح فيها عادي بالبحر بالمسبح ولكن ساعة الفينكس 8 هذه الساعة مخصصة للغطس فالساعات المخصصين بالغطس هناك شيء معين مثل سكوبا دايف فهذه الساعة تدعم نوع واحد من الغاز خليط بين الأكسجين والنيتريكس نتحدث عن الابنيا وهو الغوص الحر من دون أي معدات وطبعا عندك اخر شيء هو نظام الساعة لا يوجد فرقات كبيرة أنا صراحة لقيتها بالساعتين ولكن هناك تنظيم ببعض الأمور هناك أمور بسمية كماليات بيعطوك نفس التصميم نفس الشكل ولكن اختلافات بسيطة وطبعا باقي الأمور يعني مثل عندك كشاف موجود بالساعتين المؤشرات الرياضية كل نفسها ما اختلاف أي شيء وهيدا الشيء ممتاز جدا يعني انت اللي عنده الابكس أو اللي عنده الفينكس 7 نفس الساعة ما هيختلف معه بموضوع المؤشرات الرياضية وفيه شغلة حلوة كمان موجودة للأشخاص يلي بيحبوا مثلا يعملوا شير بين شخص وشخص يعني أنا عندي غارمن انت عندك غارمن فيني اعمل شير لا تدريب معين او نبعته لبعض ففيش اسمه غارمن شير وهيدا الشيء ممتاز وحلو ومع الوقت حيتطور بشكل قوي كتير فمتل ما كون شايفين إذا عندي مثلا اخذ موينت معينة او اخذ ويبوينت معينة فأنا فين اعمل لها شير معك او كورسز معينة فين اعمل لها شير معك فهيدا الشيء ممتاز طيب السؤال المهم اذا بدي ساعة بديلة عن هالساعة وارخص منها بالنص مثلا هنقول هواوي جي تي فايف برو رائعة جدا تغطس نفس الشيء نفس الطريقة اماسفت تيريكس تري كمان رائعة جدا الفرق بين اماسفت تيريكس تري والجي تي فايف الجي تي فايف فيه سبيكر فيه سماعة خارجية بينما اماسفت تيريكس تري فيه بس مايكروفون ما فيه سبيكر يعني هؤل الساعات ممتازين جدا يمكن الشخص اللي عنده الفينيكس سيكس بقلك نقول يمكن هيدا الشخص بقلك نقول ستلاحظ فيه فرقات كتير كبيرة لما تفوت على عالم الفينيكس 8 ستشاركم بشكل سريع هذا الموضوع اذا عندكم اي استفسار تركوا رأيها تحت يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته